اشتركوا في القناة شركوا في القناة شركوا في القناة مجددا نعود إلى المملكة المغربية الشقيقة حيث كنا في الأمس القريب لتكريم رموز التقافة المغربية بمدينة الرباة إن تواصل الشراكة واستدامتها بين وزارة الشباب والتقافة والتواصل ودايرة الثقافة الشارفة عزز التعاون لخدمة الثقافة العربية واستمرار عقد الأنشطة الثقافية المتنوعة وها نحن اليوم نعود للاحتفال بالدورة الرابعة لمهرجان الشعراء المغاربة في تقوان وافتتاح فعاليات هذا المغاربة الشعري الكمير تفعيدا لساحة الأدد والشعر والتواصل امتتاح فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الشعراء المغاربة في تقوان المنظم تحت الرعاية الثانية في صاحب الجلالة الملك محمد الثالث حافظه الله وهم المهرجان الذي يمثل نموذجا للتعاون الوثيق القائم بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل مساء المحبة والصمور والجمال حضرات الشعراء الأصدقاء القبعة الشعرية وكسب المرسل أصدقاءنا في الشعر السيدات والسادة الأجلال الذين حففتمونا بوهج حضوركم القيامة الشعرية مع حفظ الأنقاب والمقامات على رأسك في مرحلة هذه اللقية الشعرية ذات الخصوصية الوجدانية والشعرية ترجمة نانسي قنقر